أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية بهدف إسرع الجهود الخاصة بهذا الملف لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بواجه عام هذا وبدلت الحكومة جهودا واسعة في ملف فض التشابكات المالية أصفر عن عدة نجاحات من أهمها سدد ديون التأمينات الاجتماعية